المشاهدون العزاء أهلا ومرحبا بكم في مجز الأخبار من قناة الشروق التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان التقى بمكتبه أمس المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الافريقي فريدريك كاليفيه وبحث اللقاء على علاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق المصاري المشتركة للبلدين واطلع رئيس مجلس السيادة المبعوث الفرنسي أطلعه على تطورات الأوضاع بالسودان وسير العملية والجهود المبذولة للتوصل الاتفاق يفضي لتكوين حكومة انتقالية تقود البلاد إلى مرحلة جديدة للانتخابات ترأس وزير ديوان الحكم الاتحادي محمد كرتوكيل صالح بقاعة مجلس الوزراء بأمانة حكومة شمال كردفان بالأبيض اجتماع مجلس حكومة الولاية واطلع على أداء الجهاز التنفيذي بالولاية واستعرض الاجتماع وتقارير الأداء من الوزارات المختلفة والانجازات التي تحققت وتحديات العمل من جانبه ثمن والشمال كردفان الدعم المتواصل من وزارة الحكم الاتحادي للولاية مشيرا إلى المشروعات التي أعدتها الولاية بالاستفادة من إمكانياتها المتعددة إلى ذلك أشهد وزير الحكم الاتحادي بتقارير الأداء وما تم من انجازات خاصة فيما يلي مشروعات المياه كما أكد دعم وزارة الحكم الاتحادي للولاية لتنفيذ مشروعاتها التنموية وتحقيق تطلعات وآمال شعبها افتتح والي شرق دارفور محمد آدم عبد الرحمن القسم الجنوبي لشرطة محلية الضعين وذلك بحضور لجنة أمن الولاية والمواطنين وثمن الوالي جهود القوات النظامية خاصة الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار مشيرا إلى القسم الجنوبي بمدينة الضعين سيكون إضافة حقيقية للشرطة للحد من انتشار الجريمة ومكافحتها بأسرع ما يكون وأكد الوالي دعمه لقوات الشرطة للقيام بدورها تجاه حفظ أمن وممتلكات المواطنين وإزالة أوكار الجريمة داعيا لتشييد مزيد من الأقسام الشرطية لحفظ أمن المنطقة نفذ العاملون المؤقتون بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور يونميد سابقا بولاية شمال دارفور أمس نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان بمدينة الفاشر ونفذوا الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم التي وصفوها بالمشروع ودفعت لجنة من العاملين السابقين بمذكرة لرئيس بعثة اليوني تامس بالسودان فولكار بيرتس مطالبين فيها بحقوق العاملين المؤقتين ببعثة اليونميد سابقا وتضمنت المذكرة مطالبة فولكار بضرورة معالجة مشكلاتهم التي طال أمدها حسب ما جاء بالمذكرة التي تم تقديمها أكد هاني طاها مدير الشباب والرياضة بمحلية أمدرمان بأن أعمال صيانة أبراج استاد المسالمة قد اكتملت وذلك بتوجيه من المدير التنفيذي للمحلية الهادي عبدالسيدة وأشرف مدير الشباب والرياضة بالمحلية على المشروع استنادا على توجيهات والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة المشاهدون العزاء قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة